السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكوا جماعة عاملين ايه النهاردة بقى هنبدأ نخش في التقيل ايه هو التقيل هنا هنتكلم على ال ال اير سيركت بريكر في سؤال مهم كده لازم نعرفه ايه انواع السيركت بريكر عندنا ال اس اف سيكس سيركت بريكر عندنا ال اير سيركت بريكر عندنا الفاكيام فالنهاردة احنا معانا ال اير سيركت بريكر هنبدأ نخش جواه هنتكلم النهاردة على مكوناته فقط ليه عشان الموضوع ده مهم وكبير فطبعا الفيديو هيبقى طويل لو احنا كملناه بالوضع ده تابعونا ان شاء الله عشان تنعرف مكونات ال اير سيركت بريكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله احنا كده جماعة شلنا الوش بتاع ال اير سيركت بريكر تمام كده المكونات بتاعته اول حاجة المخ بتاع السيركت بريكر ده وده بيبقى جزء بيسموه ال بي ار اللي هو الجزء اللي بنعمل منه السيتنج بتاع السيركت بريكر كله عايفصل امتى عشر سيركت ايه الطيار اللي بيستحمله بييفصل اوفرلود امتى والكيرفات بتاعت الطيار تمام كده تاني حاجة عندنا البوش بوتون اوف وبوش بوتون اون في الجزء الشمال بتاعه بيبقى فيه الموتور الدي سي اللي هو بيبدأ يشحلنا السوستة والجزء الشمال بتاعه الجزء اليمين هنا بتاعه واسف اللي هو بيبقى فيه الكويلات بتاعت الاوبن والكلوز والتريب تمام وعندنا هنا فيه السوستة الخاصة بشحن المطور ودي هنا لما انا عايز اشحنه مانوال ودلوقتي هنبدأ نطلع الجزء ده كده بره وحنبدأ نتكلم فيه طيب احنا هنا جماعة معانا الجزء اللي احنا قلنا هنطلعه بره وحنبدأ نتكلم فيه فيه نقطة مهمة جدا هنا عايزين نعرفها في السيركت بريكر ده او الميكانيزم الخاص بالسيركت بريكر تمام؟ اول حاجة هنا في الجزء ده هنا هنا بيبقى عندي شايفين الدرع ده الدرع ده هنا المفروض ان فيه بيبقى فيه سوستة ياي في الجنب ده كده فيه ياي بيبقى هنا في المنطقة دي كده الياي ده انا لما ابدأ اشحن هنا كده مانوال او بالموتور اللي بيبقى محطوط في الجنب اللي هنا بتبدأ السوستة دي تشحن فلما بتشحن بتضغط معانا الجزء ده هنا عشان انا ابدأ بعد كده ادي له ان او اوف من هنا تمام؟ طيب زي ما انتفقنا احنا النهاردة منتكلم على المكونات بس عرفنا خلاص مكان السوستة ومكان المطور ومكان الكويلات والان والاوف بتاعه طيب هنبدأ هنا نخش في الاجزاء بتاعته السوستة دي لما بتيجي تشحن بتبدأ تشحن لنا كل المكانزمات اللي احنا شايفينها بالشكل ده كده والمكانزمات دي بتبدأ تدور على حاجتين يا بيليا رومان بيلي تمام؟ الاكس ده بيبقى رومان بيلي او بتبقى معانا جلب عشان خلان نركز بقى في الكلام ده لان الحاجات دي هتا هنستخدمها ساعة السيونة لما هنجي نتكلم على سيونته ازاي وبتبقى فيها جلب ورومان بيلي والرفعات دي عايزين نشوفها كويس عشان احنا هنعرفها بعد كده ازاي هنبدأ اه نشتغل عليها والمكانزم الخاص بالقون اوف ده وهنخلي بالنا من ايه وهنبدأ نعمل سيانة اه عليه ازاي انا بس حبيت اوريلكم الجزء ده كده بالزبط شكله ايه؟ ان شاء الله لما رجعنا نحاول نجيب المطور ونحاول نجيب الكويلات ونبدأ نتكلم بطريقة احسن باذن الله اه واوضح نسألكم الضعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم